تبذل مملكة البحرين في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص والتصدي لانتهاكات المبادئ والحقوق الأساسية للعمالة أكدت مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم وبمتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أكدت اهتمامها البالغ بدعم وتعزيز جهود مكافحة الاتجار بالأشخاص من خلال اتباع المعايير الدولية وأصدار القوانين والتشريعات المنظمة ذات الصلة وتبني العديد من المبادرات الرائدة والمشاريع الوطنية الفاعلة من خلال ما تقوم به اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وهيئة تنظيم سوق العمل إضافة إلى التعاون الوثيقي بين الوزارات والجهات وكانت وما زالت تعمل مملكة البحرين على تعزيز ثقافة مكافحة الاتجار بالأشخاص حيث شرعت في تأسيس المركز الإقليمي للتدريب وبناء القدرات لمكافحة الاتجار بالأشخاص بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون والمنظمة الدولية للهجرة كما أنشأت نيابة متخصصة في قضايا الاتجار بالأشخاص الأمر الذي يعد خطوة مهمة في تعزيز الحباية الجنائية وضمن الإشهادات الواسعة التي حصدتها البحرين في مسيرة مكافحتها للاتجار بالأشخاص أكدت المديرة الإقليمية للمنظمة الدولية للهجرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن مملكة البحرين تعد نموذجا مثاليا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يهتم بمعالجة قضايا الاتجار بالأشخاص والحد من الاستغلال في بيئة العمل ومكافحة العمل الجبري منوهة بتعاظم سمعة البحرين الدولية وهو ما يمكن ملاحظته من خلال الاطلاع على العديد من التقارير الدولية والأممية في هذا المجال وهي تمضي مملكة البحرين قدما في توفير البيئة الآمنة للعمال وأصحاب الأعمال على حد سواء والتزامها بتعزيز الجهود في مجال مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص إلى جانب حماية العمال من الاستغلال بأنواعه في الأوضاع الطبيعية أو الاستثنائية تماشيا مع المعاهدات واتفاقيات الدولية المتعلقة باحترام حقوق الإنسان واحترام حقوق العمالة التي انضمت لها مملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر